عليكم السلام أحبتي أهلا وسلام بكم في برنامجكم خفاية تاريخ الدرامي هذه الحلقة عن الخوارج يقتلون علينا ابن أبي طالب في 17 رمضان عام 40 تقول الرواية وكان سبب قتله قتل عبد الرحمن بن ملجم المراد والبرك بن عبد الله التميمي الصريبي وعمر بن بكر التميمي السعدي وهم من الخوارجي اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا عمل ولاتهم ثم ذكروا أهل النهروان لهم أصحابهم لهم قتلوا في معركة النهروان فترحموا عليهم وقالوا ما نصنع بالبقاء بعدهم أو شرينا أنفسنا يعني بيعنا نفسنا لربنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا البلاد منهم فقال ابن ملجم أنا أكفيكم علي خلوا علي أنا الحائط العلي وكان من أهل مصر وقال البرك بن عبد الله أنا أكفيكم معاوية أنا أتى المعاوية وقال عمر بن بكر أنا أكفيكم عمر بن العاص فتعاهدوا ألا ينقص أحد منهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتى يقتله أو يموت دونه وأخذوا سيوفهم فسموها يعني جعلوها مسممة وتوعدوا على 17 رمضان كل أحد يروح في نفس الموعد دا يروح هيئة العالي في نفس الموعد دا هيئة المعاوية ودا هيئة العمر بن العاص في مصر وقصد كل رجل من الجهة التي يريد فأتى ابن ملجم الكوفة فلقى أصحابه بالكوفة وكتمهم أمرا أمره يعني عرفهم إيه وقالبالك مزلوش لحد ورأى يوما أصحابا له من تيم الرباب وكان علي قد قتل منه يوم النهروان عدة فتذكروا قتل الرباب ولقى معهم امرأة من تيم الرباب اسمها قطام وقد قتل أبوها وأخوها يوم النهروان وكانت فائقة الجمال فلما رأاها أخذت قلبه فخطبها فقالت لا أتزوجك حتى تشتفي لي أنا مش هتجوزك إلا لما يعني تريح قلبي هي رايح قبل يعني حيغانت أغنم عبد الحنوب حافظ لا فقال وما تريدين قالت ثلاثة ألاف وعبدا وقينة قينة يعني جارية يعني بتغني وقتل علي ده المهر بتاعي فقال أما قتل علي فما ركز ذكرته وأنت تريدينني قالت بلى التمس غرته فان أصبته يعني أتلته شفيت نفسي ونفسك ونفعك العيش معي وان قتلت فما عند الله خير من الدنيا وما فيه قال لك يعني إذا قتلته ونجوت يبدأ أحسن حاجة إذا يعني قتلته وقتلته به ده ما فيش أحسن من كده حتخش الجنة فقالت قال والله ما جاء بي إلا قتل علي فلك ما سألتي قال سأطلب لك من يشد ظهرك ويساعدك وبعتت إلى الرجل من قوميه اسمه وردان وكلمته فأجابها وأتى ابن ملجم رجلا من أشجع من خريط أشجع اسمه شبيب بن بجرة فقال له هل لك في شرف الدنيا والأخرة قال وماذا قال قتل علي قال شبيب ثكلتك أمك لقد ديت شيئا إدى كيف تقدر على قتله قال أكمل له في المسجد فإذا خرر إلى صلاة الغداء يعني الفجر شددنا عليه فقتلنا فإن جونا فقد شفينا أنفسنا وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها قال ويحك لو كان غير علي كان أهوا لقد عرفت سابقته وفضله وما أجدوني أن شرحوا إلى قتله قال أما تعلمه أنه قتل أهل النهرواني العباد الصالحين قال بلى قال فنقتله بما قتل من أصحابنا فأجابه ويتمضي الرواية فلما كان ليت جمه التي وعد فيها ابن ملجم أصحابه وعلى قتل علي ومعاوية وعمر يعني كل أحب مراح في نحيا وهو طبعا هو ابن ملجم أخذ سيفه معه شبيب ووردان وجلأته مقابل السدة اللي هو الباب التي يخرج منها عادل الصلاة فلما خرج علي نادى أيها الناس الصلاة الصلاة فضربه شبيب أو شبيب بالسيفي فوقع سيفه بعضرة الباب وضربه ابن ملجم على قرنه بالسيف وقال لا الحكم لله لا لك يا علي ولا لأصحابك وهرب ووردان فدخل بنزله فأتىه رجل من أهلي فاخبره ووردان بما كان فانصرف عنه الرجل وجاء بسيفه فضرب به ووردان حتى قتله وهرب شبيب في الغلس يعني في الظلم وصاح الناس فلحقه رجل من حضرموت وقاله عمير وفي يد شبيب السيف فأخذه وجلس عليه فلما رأى الحضرمي الناس قد أقبلوا في طالبه وسيفه شبيب في يده خشي على نفسه فتركه ونجع وهرب الشبيب أما بقى ابن ملجم هو اللي تمسك لما ضرب علي فعلي قال لا يفوت أنكم الرجل فشد الناس عليه حتى أخذوه وتأخر علي يعني عن الصلاة وقدم جعده ابنه بير فصلى بالناس وبعدين قال أحضر الرجل عندي فأدخل عليه فقال أي عدو الله ألم أحسن إليك قال بلى قال فما حملك على هذا قال شحذته أربعين صواحا وسألت الله أن أن يقتل به شر خلقي فقال علي لا أراك مقتولا به لا أراك إلا مقتولا به ولا أراك إلا من شر خلق الله ثم قال علي لمن حوله النفس بالنفس إن هلكت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأيي يا بني عبد المطلب لا ألفين أنكم تقودون دماء المسلمين ألا لا يقتلن إلا قاتلي انظر يا حسن إن أنا موت من ضربتي هذه فاضربه ضربة بضربة ولا تمثلن بالرجل كل دا وابن ملجا مكتوف فقالت له أم كثوم بن تعالي أي عدو الله لبأس على أبي والله مخزيك قال فعلى من تبكين والله إلا سيفي اشترته بألف وسممته بألف ولو كانت هذه الضربة بأهل مصر ما بقى منه أحد فلما قبض يعني مات علي بعث الحسن إلى ابن ملجا فأحضره فقال للحسن هل لك من خصلة أني والله قد أعطيت الله عهدا ألا أعهد عهدا إلا وفيت به وأن عدت الله عند الحطيم أن أقتل علي ومعاوية أو أمت دونهما فإن شئت خليت بيني وبينه فلك الله علي إن لم أقتله يعني إن أنا أذهب وأقتل معاوية فقال لا والحسن والله لا والله حتى تعين النار ثم قدمه فقتله وأخذه الناس فأدرجوه في بواري يعني في سفينة صغيرة وأحرقوه بالنار شكرا أحباتي وعليكم السلام